اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الانطلاقات تأتي بتوجيهات سامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطانة لانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأبقاه دائما لهذه الدولة وشعبها وبتوجيهات سامية من المقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي ومتابعة دائما من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم وتوجيهات دائما لدعم هذه الرياضة من سموه وأيضا ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه شكرا دائما لنادي دبي لسبقات لجنة العربية الأصيلة شكرا للرئيس اللجنة في هذا الميدان سعيد بن محمد مخلفان بن حزيم الفلاسي والشكر أيضا منصولة هناك إلى جميع اللجان العاملة في هذا الميدان وإلى موقع النموس الناقل الرسمي لهذه الأحداث الجميلة والمميزة ما هي إلا لحظات أيها الإخوة ما هي إلا دقائق وسوف تعلن اللجنة عن انطلاقة شوطن الأول الرئيسي شوطن ابكار الذي خصص لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبسمه شوطن ابكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ونحن هناك مع عنيدة من تستفتح ذاعتنا بأحد الخبراء في هذه الرياضة أحمد من إهلال بن أحمد باب راهيم ولكن عناية التضمير مع المدلل النقله على المركز الثاني من حاف عوض بن سعيد بن سويل من اشتبيه وصل شعار زعبيل هنا على ظهر ظن لمحمد بن خليفة بن قحيد انتقلوا إياكم إلى المركز الرابع بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشدة المكتوب على ظهر المايدية خلف بن مطر بن علوان انتقل إلى خامس المراكز المركز الخامس الفاتنة لمحمد بن سعيد بن ثامر المنصري وفي المركز الساد هناك تحية في سادس المراكز ولا بنقول ملوح ليسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشدة المكتوب خرب بن مطر بن علوان مركز السابع من تأتي في هذه اللحظات الشايبة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة حشرة 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 عتيج من زيف بن احميدان الفلاسي ثامن المراكز خلك في الفورم يا بو زيف انتقل إلى المركز التاسع هناك مشكورة مع مطر بن سعيد بن حلوة وفي المركز العاشر جود على عاشر المراكز لمحمد بن سالم بن سلطان بن واس ها هي النتيجة هكذا كانت النتيجة الف وخمسمائة متر نقطعها في هذه المسيرة والمتبقي على خط النهاية المتبقي الف وخمسمائة متر الله الله هناك عنيدة بأول المراكز مسيطرة على مقدمة الشاط احمد بن اهلال بن احمد ابو ابراهيم ولا هنا منصورة لعلي بن عبدالله بن علي بن واس المركز الثاني حشرة للسيد عتيج بن سيف بن احميدان الفلاسي صبحك الله بالخير يا بو سيف يسعد لي صباحك يا بو سيف المركز الثاني ظن هنا للسيد محمد بن خليف من قاعد على هذه المراكز وفي المركز الرابع من تأتي اللي هي الفاتنة للسيد محمد بن سعيد المزوري وفي المركز الخامس الشاي بن محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة يا سلام يا سلام يا سلام يا راعي لسامي الجميلة يا سلام يا راعي حفلة يا لا سلام يا راعي لسامي المرموغة الله يهو تحدي قلتلكم عندنا انطلاقه تحدي قلتلكم عندنا انطلاقه حشرة بسم الله ما شاء الله على هذا المال يا أبو سيف عتيج من سيف بن أحمدان الفلاسي ظن على المركز الثاني لمحمد بن خليفة بن قحيد العنيدة لأحمد بن هلال بن أحمد مبراهيم على ثاني المراكز ولكن خلني يا خليل عند حجرة بدون يتوامر والعصاقوس والعصاقوس والليبان ناموس يا أبو سيف دلة ورد من خيار السلالة حشرة حلوة شكل تشوي العلة والتيم الأفضل هي تلالة ليضمرها ما فيه خلة صفق لها الكامل دلالة سلام عليكم سلام يا أهل العوير سيقل لدارك يا أبو سيف سيقل لدارك يا راعي حشرة دائما في مقدمة الشوت دائما في مقدمة الشوت بهذا الشعار المميز هذا الشعار الجميل بسميها أيها الإخوة كم بيوتر السبك كم بيوتر السبك بسميك يا أبو سيف في عالم هذه الرياضة فها هي حشرة تقترب من الموقع تقترب من التحدي عتيج بن سيف بن احميدان الفلاسي كمبيوتر السبق مع الشوط الأول بدون أي توامر تهانينة وانا بصعنيدة أحمد بن هلال بن أحمد بن براهيم مركز ثالث ظن محمد بن خليفة مقاعد المركز الرابع المركز الرابع أيها الأخوة هناك اللي هي شذى سلطان بن زايد بن عبدالله المزروعي وفي المركز الخامس مشكورا لمطار بن سعيد بن حلوى الاشتبي ماشاء الله سلام عليكم سلام 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 حقيقة يا أهالي العوير محمل على ظهر حشرة محمل على ظهر حشرة وبقول لك سيقردارك أربع دقائق ثماني وعشرين ثانية عشرة تجزامنا الثانية بدون أي توامر تذكر حقيقة على هرضية هذا الميدان قانص هذا الناموس متحدها الجميع بزوطنا الأول لأصحاب السمو الشيوخ تهاني نواه الناموس ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا